تقدير موقف من الناحية العسكرية هل بن يمين نتنياهو الذي لم يشهد تاريخه قط أنه خاض حربا وانتصر فيها يجرؤ على فتح جبهة الشمال مع حزب الله أم أن هذه التهديدات وهذه الحرب لن تخرج عن كونها حرب إعلامية من خلال أبواقه وقنواته المتعددة صحيح أن نتنياهو هو متردد كثيرا بالنسبة إلى خوض حروب هذا ما أكدت التجربة معه في الفترة الماضية وكان آخرها ما حدث في غزة ولكن أعتقد أن شخصية القائد أو الرجل السياسي شيء والمقاومات الاستراتيجية والمخاطر المحدقة كان على إسرائيل أو على لبنان من جهة نسبة التوتر في الشرق الأوسط مسألة المواجهة إيران وهي العنوان الأساسي القائم في الشرق الأوسط اليوم التوتر على تصاعد مع إيران نحن لا نتكلم عن حرب لبنانية إسرائيلية أو إسرائيلية لبنانية نحن نتكلم عن مواجهة مع إيران حيث أن حزب الله هو الزراع العسكري لإيران ونرى أن الأمور أخذت منحا تصعيديا هناك اتهامات خطيرة جدا عن حول استعمال مطار بيروت لتمرير السلاح وهذا يشكل بحد ذاته قرق للـ 17.01 من ناحية ثانية إسرائيل تصعد لذلك أعتقد أن مقومات وجود حصول حرب أو حصوص حصول حرب هي مرتفعة ومرتفعة جدا ولكنها كما أشرتم في التقرير مكلفة للطرفين كلفة باهظة ترجمة نانسي قنقر